اشتركوا في القناة ليومي الاثنين اربع ماي الفين وعشرين خلال هذا 24 ساعة اكدت لنا المختبرات الوطنية المساهمة في عملية التشخيص المخبري للحالات المشتبه اصابتها اكدت هذه المختبرات 150 حالة اضافية مؤكدة ليصبح اجمالي الحالات المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء 5053 حالة مؤكدة فيما بلغ الى حدود اليوم عدد الحالات المستبعدة بعد التحري الوبائي والمخبري 401249 حالة مستبعدة خلال هذا 24 ساعة كانت هناك اربعات الجهات التي سجلت اكبر نسبة من الحالات وهي على التوالي جهة فاسم كناس وجهة ضرب بضاء السطات ثم جهة الرباط سلا القنيطيرا وجهة طنجا تطوان الحسيمة فيما استدي الجهات لم تسجل اي تحالة والحمد لله هي جهات ضرعة فلالت الجهة الشرقية جهة سوس مساء جهة قلميم ودنون جهة العيون السقي الحمراء وجهة الدخلة والدهب هذه الحالات لازلنا نكتشف جلها وهي في حالة صحية جيدة او بدون ان تبدو عليها اعراض للمراض ذلك انها تكتشف في اطار عمليات تتبع الصحي للمخالطين بنسبة مئوية تقدر ب84% حيث ان هذا 24 ساعة مكنتنا من اكتشاف 126 حالة من بين 150 حالة الجديدة المؤكدة خلال 24 ساعة مع العلم اننا لازلت لدينا الى حدود الان 8821 حالة مخالط تحت التتبع الصحي خلال 24 ساعة كذلك تم تجيل الاسف خمسة حالات وفاة اضافية جراء الاصابة بهذا الداء ليصبح اجمالي الوفايات المتعلقة بهذا المرض منذ بداية الوباء ببلادنا 179 حالة وفاة وتبقى نسبة الفتك مستقرة في حدود 3.5% ديال الوفايات من بين 100 حالة مؤكدة بالنسبة لحالة شفاء سجلنا ولله الحمد 215 حالة شفاء اذا اليوم كنا نحن نتجاوز عتبات 200 حالة شفاء تنضاف الى الحالات القادمة ويصبح اجمالي الحالات التي تمثلت للشفاء طبقا للمعايير المخبرية التي نعتمدها 1653 حالة شفاء ويستمر وتستمر النسبة النسبة المئوية للتعافي في الارتفاع حيث بلغت اليوم 32 30.7% إلى حدود اليوم فإذن كان هذا مجمل ما ميز الحالة الوبائية لدى كوفيد-19 ببلادنا خلال 24 ساعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا فلاشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تديروا جم اشتركوا في القناة